موسيقى الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف ويوجه كلمة الى الامة الاسلامية حول مختلف القضايا الرهنة موسيقى وزيرة الصحة تفتتح منتدى الصحة المصري الفرنسي بحضور سفير فرنسا في القاهرة ومشاركة عدد من الوزراء موسيقى فرنسا تتقدم رسميا بعرض لتنفيذ متر الانفاق وصلة المطار بالخط الثالث موسيقى موجز وانباي الظاهرة من تلفزيون النهار اهلا بكم يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف ويوجه الرئيس السيسي كلمة الى الامة الاسلامية حول مختلف القضايا الاسلامية الرهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي كما يبعث برسائل مصر من اجل ارساء السلام العالمية وخلال الاحتفال يكرم الرئيس السيسي ثماني شخصيات اثرت في الفكر الاسلامي الرشيد من مصر والخارج قال امينو عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط ان رعاية الرئيس السيسي للاسبوع العربي للتنمية المستدامة يؤكد عمل حكوماتنا العربية على تحقيق التنمية بشكل جد وليس مجرد التزام من شكلين بالاجندة الاممية واضاف ابو الغيط خلال كلمته في افتتاح الاسبوع العربي الثاني للتنمية المستدامة والمقام بمقر الجامعة انه بالرغم من كل المآسي التي صاحبت ما سمي بالربيع العربي من فوضى وعنف وارهاب الا ان هناك دولا عربية ما زالت قادرة على تحقيق التنمية المستدامة مشيرا الى ان البلاد العربية اقتحمت بشكل جد قضايا التنمية المستدامة تقدم تحالف فرنسي تقوده شركة فينسي الفرنسية بعرض فني ومالي رسميا الى الهيئة القومية للانفاق لتنفيذ الجزء الثالث النفقي من المرحلة الرابعة بالخط الثالث المترو والممتدة من محطة هليوبلس حتى مطار القاهرة ويتضمن العرض تقديمات مويل قدره 300 مليون يورو في صورة قرد فرنسي ميسر ضمن تكلفة هذا المشروع يذكر ان التنفيذ سيكون وفقا لاسعار عام 2014 وقت التعاقد مع نفس التحالف لتنفيذ الجزء الاول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث والممتد من هارون حتى النزهة بمصر الجديدة والمخطة افتتاحه خلال اسابيع افتتحت اليوم وزيرة الصحة هلزايد منتدى الصحة الفرنسي المصري الذي يعقد تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية وبحضور وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وستيفن روماتيا سفير فرنسا في مصر وقالت زايد في كلمتها خلال الافتتاح انه سيتم الاستفادة من فرنسا في نقل الخبرات لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ومنظومة الطوارئ والرعاية المركزة بمستشفيات الوزارة ومن جانبه اكد روماتيا ان بلاده تساند مصر في كافة المجالات لسيما في المجال الصحي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتقديم كافة الخبرات الفرنسية هو في السياق ذاته اكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صحر نصر على اهمية الاستثمار في الصحة لزيادة الانتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات مشيرة الى ان الوزارة تعمل على ذلك بالتعاون مع شركائها في التنمية من الجانب الفرنسي في ظل الحرص على ضغط استثمارات جديدة وتوسع في الاستثمارات القائمة ونوهت نصر الى ان ما تقوم به وزارة الصحة من نقلة نوعية لصحة المواطنين بناء على توجهة الرئيس عبد الفتح السيسي موضحة ان الوزارة حريصة على بناء العلاقات بين مصر وفرنسا من خلال الاستثمارات والمشروعات المنفذة على ارض الواقع اغلقت الادارة العامة للمرور طريق القاهرة الاسكندري الزراعي بشكل جزئي لانشاء كبر علوي بمنطقة قلمة عند الكيلو التسع عشر مع ترك حارات اخرى لحركة سير السيارات وذلك لمدة ثمانية عشر شهرا وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات ويهدف انشاء الكبر للقضاء على الكثافات المرورية بتلك المنطقة خاصة مع وجود المدخل المؤدي لمدينة قلمة ومزلقان السك الحديد ولخفض معدل الحوادث شنت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الامن المختلفة حملات لضبط الاسواق المزيد في سياق هذا التقرير في اطار جهود الاجهزة الامنية لاحكام السيطرة والرقابة على الاسواق وضبط المتلعبين بالدعم ومكافحة جرائم الغش التجارية فقد تمكنت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط مطحل لانتاج الدقيق البلدي لقيام صاحبه بالتلاعب بارصيدة الدقيق المدعم وانقاص وزن الشكائر وتم ضبط 120 طن دقيق بلدي مدعم قبل ترحيها على المخابز ونجحت الادارة في ضبط تاجر سلع غذائية وسائق بالاسكندرية لحيازتهما جبن غير صالح للاستهلاك الادمي يزن نحو طن ونصف الطن تمهيدا لبيعها بالاسواق الادارة ضبطت المسؤول عن محطة لتموين السيارات بالقليوبية لتلعبه في المعايرة الخاصة بمسدسات تموين السيارات وتجمعه 110 ألاف وأربعمائة لتر سولار وبنزين لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصي كما استطاع الضبط المسؤول عن محطة وقود دون ترخيص بالجيزة لتجمعه كميات من المواد البترولية المدعمة بلغت نحو 43 ألف لتر بنزين تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء كان هذا موجزة ظهيرة من تلفزيون النار أشكر لكم طيبا المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة